موسيقى مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة الجمعة من التاسعة النهاردة أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تسلمت خمسة مليار دولار من الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس أن الدفعة الأولى كده اكتملت بشكل فعلي يعني 10 مليار دولار وده طبعا بعد ما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة إنه تم تسلم خمسة مليار دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة النهاردة استلمنا الخمسة الأخيرة يعني وصلنا 10 مليار قيمة الدفعة الأولى كاملة ماذا دار وماذا سيدور ده اللي هنعرفه من خلال مدخلتنا مع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي دكتور وليد أهلا بك معنا يا فانتف التاسعة أهلا وسهلا سيد يوسف وأهلا وسهلا بكل مشاهدي التاسعة بكده استلمت مصر الدفعة الأولى من صفقة الشراكة بينها وبين الإمارات العربية المتحدة في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة 10 مليار دولار بالإضافة إلى خمسة خلينا نكمل كمان بالإضافة إلى خمسة مليار وديعة إماراتية تم التنزل عنها وبيتم الإجراءات الخاصة بتحويلها للجنيه المصري حاليا بحيث أن الشركة بتحصل على السيولة بالجنيه المصري وتضخها في المشروع خلال الفترة الحالية خفض خمسة مليار من الوديع الإماراتية في الدفعة يقولها ده معناه أن ديون مصر انخفضت بقيمة خمسة مليار دولار في انتظار ستة مليار أخرى سيتم خفضهم في الدين مع الدفعة الثانية خلال شهرين مهدل أنا كنت أسأل حضراك عليه في تفاصيل الخبر أنه كان فيه جاري الاتفاق لتحويل الخمسة مليار دولار الوديعة منهم يعني للجنيه المصري لكن طالما حضرتك قلت كده خلينا ندخل مباشرة في باقي تفاصيل الخبر في كلام عن لجنة مشكلة تابعة لرئيس الوزراء هتتولى الإشراف على تنفيذ المشروع الاتفاقية بوجه عام وأيضا تنفيذ أو تأسيس شركة خاصة بتنفيذ المشروع يعني هو خلينا نقول أن الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذه الصفقة بتتم بسرعة وبيسر وتشكيل مثل هذه اللجنة مرتبط بالقضاء على أي عناصر بيروكراطية مرتبطة بهذه الصفقة الحقيقة عايزين نتفقل جميعا وعايزين يعني وبدعوا كل موظف وكل شخص يكون طرف في إجراء متعلق بهذه الصفقة أنه يعطي مثالا للتيسير ومثالا للتنفيذ بحيث أن الصفقة دي تكون علامة تجذب مزيد من الاستثمارات لمصر وأن احنا نقدم نموذج ناجح وزي ما مقدمة الصفقة بتأتي في موعدها احنا كمان يعني أنا مش هقول عن الحكومة أو الدولة أنا واثق في كده لكن حتى الموظفين لأن دايما الموظفين والصغيرين أو كده لازم يكون فيه مرونة كبيرة جدا مننا كلنا وكون فيه يعني رغبة في إنجاح هذا العمل بحيث يتم في موعده المحددة وقبل موعده بإذن الله هيفضل السؤال اللي يعني بيفرض نفسه دايما من ساعة الإعلان عن هذه الصفقة أو الاتفاقية لإدارة ما بين مصر والإمارات بدأنا نشوف بالفعل تأثير في الشارع في بعض السلع في سعر النقد الأجنبي متوقع الفترة اللي جاية إيه؟ طبعا نحن التقطنا الأنفاس جميعا ومن قبل التعاقد ومجرد أن كانت هناك إرهاصات لهذه الصفقة بدأ المضاربين في سوق الدولار وسوق الزهب وبعض السلع اللي كانوا بيخزنوها ابتدوا يقلقوا وبتدوا يخرجوا من السوق وكان الأثر الحقيقي لإعلان للإعلان التوقيع أن بدأ المضاربين يخرجوا من الأسواق حتى قبل استلام العشرة مليار اللي احنا استلمناهم اليوم وبعد استلام عشرة مليار دولار بدأ واضحا أن الدولة المصرية لديها السيولة اللي بتساعدها على أن هي تسد فجوتها التمويلية خلال هذه المرحلة اللي بأكده أن الفجوة التمويلية في مصر ليست كبيرة هناك مؤسسات كانت بتتحدث عن فجوة تمويلية في 2023-2024 نحو 7 مليار تقل بعد ذلك إلى نحو ما بين 4-5 مليار سنويا إذن الفجوة التمويلية ليست كبيرة إذا قرناها بمقدم الصفقة نجد أن هذه الصفقة وحدها بعيدا عن كل الصفقات وكل ما يدخل مصر من مؤارد أجنبية قادرة أن هي تسد الفجوة التمويلية المصرية لعدة سنوات إذن إحنا كان مشكلتنا مع المضاربة على سعر الصرف وجود الوفرة المالية من العملة الهجنبية ده بتساعد الدولة أن هي تقضي على السوق الموازي وأنها تقدر تتعامل مع المضاربين وتخسرهم وأتصور أن هذه الصفقة بتفتح الباب أمام التعامل الاقتصادي بصورة مريحة من خلال سياسات نقدية ومالية واقتصادية بصفة عامة تتعامل فيها الدولة المصرية بصورة أكثر أريحية في ظل عالم صعب يعني ما نقدرش نغفل أن لازالت هناك اضطرابات في الاقتصاد العالمي ولازالت هناك تحديات ولكن هذه الصفقة تعزز من أوراق الاقتصاد المصري التي يمكن أن تستخدمها الحكومة في مواجهة تحدياتها أنا بأكد الاقتصاد المصري أكبر من تلك الصفقة وأكبر من كل الصفقات لازم نصك في أن احنا أمام اقتصاد تم ضخ فيه استثمارات ضخمة جدا خلال السنوات الماضية هذا الاقتصاد الذي كان يعاني من تحدي سيولة دولارية تم حل هذا التحدي بالتالي سيعود الاقتصاد إلى مستهدفاته ويظهر قدرته على المنورة وقدرته على التنمية المستدامة خليني أكون صريحة أكتر مع حضرتك أستاذ دكتور وليد كان فيه هناك بعض المشككين منذ الإعلان عن الصفقة أنه ده معظم يعني معتقد أنه هو كلام على ورق لكن تسلم الدفعة الأولى في هذا الوقت على طول مباشرة بعد الإعلان أكيد أعطى رسالة الرسالة الأولى اللي أنا شايفها قبل الصفقة أنا عايز أقول لحضرتك أن كل دول العالم عندها أراضي مميزة إحنا في مصر الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عززوا هذا الموقع من خلال يعني لما بنقول رأس الحكمة لازم نقوله الكهرباء بتاعتها هتيجي منين كانت الدولة المصرية بتعد محطتات الضبع للطاقة النوية علشان كهربة المشروعات التوسعية في تلك المنطقة لازم نقول المياه اللي الناس هتشرب منها والمشروعات هتيجي منين من محطات التحلية اللي بتقوم بها الدولة الربط بالسكة الحديد ربط هذه المنطقة المطارات كل المشروعات البنية التحتية اللي كانت الناس بتسأل هي بتتعامل ليه دلوقتي النهاردة هو ده اللي يعزز من هذه المنطقة واجعلها قابلة للاستثمار واجعلها جاذبة للاستثمار في مرحلة الاعداد كان المصريين هم من يعملون في مراحل البنية التحتية عند الاعداد واليوم فإن كل خطوة بيتتم في هذا المشروع بتقوم بها عمالة مصرية بتقوم بها شركات مصرية بتشجع على جذب استثمارات جديدة في صناعات مواد البناء هذه الصفقة صفقة مهمة جدا ولاتت فيه وقت مهم جدا وتمثل دفعة كبيرة جدا للاقتصاد المصري كان فيه سؤال برضو يعني فرصة نحضاك معانا أو تشكك برضو خلانا نتكلم عشان نجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور في زهن الكثيرين هناك من تحدث عن أن الصفقة دي هل هي بيع أم شراكة إن برح تم التأكيد أن هي شراكة مش بيع ايه اللي يخلي مستثمر يستثمر بهذا الحجم في موضوع شراكة وليس بيع هو طبعا لازم نأكد أن لو لا وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي وتدخله والعلاقة الطيبة ما بينه وما بين دولة الإمارات وطبعا السبب الأول والأساسي هو السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والثقة فيه يأتي بعد ذلك البنية التحتية القوية يأتي بعد ذلك وطبعا الشروط اللي احنا شفناها لما بيجي نتكلم عن بيع أم شراكة المؤكد أن الدولة المصرية هي شريكة في الموضوع في المشروع والمؤكد أن هذه الصفقة ليست الأولى يعني احنا شفنا مشروعات عديدة مش عايز أذكر أسماء هناك مشروعات عديدة الدولة المصرية أمد بيها ليس فقط خلال هذه السنوات ولكن أيضا قبل يناير 2011 ويعني لم يحدث أن الدولة المصرية حصلت على حصة 35% حصة كبيرة جدا كنسبة من الأرباح كنا بنحصل على حصة عينية من مشروعات التطوير العقاري من المطورين الآخرين ولكن لم يحدث أن احنا حصلنا على هذه النسبة ولم يحدث أن احنا حصلنا على هذا المقدم الكبير ولم يحدث أيضا أن احنا أمنا بمشروعات تطوير على هذا الحجم يعني كنا نتحدث عن شراكة مع الدولة بكمبوندات صغيرة أو بمناطق أصغر بكثير ولكن هذا المشروع هو الأكبر على الإطلاق والأكثر تمييزا والأكثر ربحية وفوائد للدولة المصرية دون الإضرار بالشريك الأجنبي لأن الشريك الإماراتي هي شركة تستهدف الربح بالتالي فإننا لازم نعلم أن هذه الشركة قائمة على مبدأ النفع للجميع نحن سنستفيد والجانب الآخر أيضا سيستفيد نحن لنستفادة مباشرة في رأس الحكمة ولكن رأس الحكمة سوف يكون لها دور في تنشيط الاقتصاد المصري بصورة كبيرة جدا من خلال مشروعات قادمة والثقة ستعود لدى المستثمرين الأجانب والمحليين لكن نقطة سريعة وقصيرة دكتور وليد هل الثقة ستعود أيضا للمصريين في الخارج فيما يتعلق بتحولاتهم وهي مورد رئيسي في السوق المصري المصريين بالخارج في كل الأحوال أموالهم ستأتي إلى مصر هي هتروح فين هم بيشتغلوا في كل الأحوال أموالهم ستأتي إلى مصر حتى في الفترة اللي فاتت هي مش ظهرة في الأرقام بصورة كبيرة جدا في الأرقام الرسمية لأنها كانت بتتجه إلى السوق الموازي مع اتخاذ إجراءات تحد من السوق الموازي هيكون طبيعا أننا ستأتي بصورة رسمية وستعود للجهاز المصرفي أنا بشكرة جدا دكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي بهذا الخبر نقدر نقول مصر استلمت الدفعة الأولى من صفقة مشروع تطوير رأس الحكم هنطلع على فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسعة أهلا بحضراتكم ودعا الموسيقار والملحن الكبير حلمي بكر من ساعات فقدت مصر والموسيقيين في مصر والوطن العربي قام موسيقية كبيرة وهو الفنان حلمي بكر ونعى مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل الموسيقار حلمي بكر الذي وفته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض وقالت النقابة في بيان رسمي أن البشرية فقدت موسيقار كبير تبقى ألحانه في ذهن محبيه ويتقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة بخالص العزاء لأسرة الموسيقار الراحل آملا أن يلهمهم المولى عز وجل الصبر والسلوان من المعروف أن الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر لحن أكتر من 1500 لحن وعمل مع العديد من نجوم مصر والوطن العربي في مجال الغناء رحمة الله على الموسيقار الكبير والفنان حلمي بكر وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان من أخبارنا النهاردة كمان شاهد المعرض الرئيسي لأهلا رمضان في أرض المعارض بمدارية نصر مدارية نصر واللي افتتحه رئيس الوزراء شاهد إقبال كبير من المواطنين لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك بيوفر المعرض السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة حيث تنظم وزارة التموين بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية هذه المعارض للتخفيف من معاناة المصريين في دخول شهر رمضان والإقبال على السلع التموينية الأساسية من المعروف أنه من طبيعة كل أسرة مصرية أنه تبدأ تجهز التموين لدخول شهر رمضان عشان كده طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية بخصومات تصل إلى 30 في المي فشل مجلس الأمن الدولي النهاردة في إقرار بيان بيحمل إسرائيل مسؤولية المجزرة اللي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في شارع الرشيد بمدينة غزة مجزرة المساعدات يعني كان في مجازر المستشفيات ومجازر عدة كان في مجزرة جديدة اسمها مجزرة المساعدات وكأن الولايات المتحدة حتى مسألة القلق يعني حتى القلق بتقف قصاده المجزرة اللي تمت بحق الفلسطينيين اللي كانوا بينتظروا وصول شاحنات المساعدات مجزرة شاهدها العالم كله والكل أعرب عن إدانته كل الدول الرئيسية والرئاسية في مجلس الأمن أعربت عن تبنيها لقرار مجلس الأمن بالقلق من مثل هذه المجازر ومن هذه المجزرة تحديدا إلا أن الولايات المتحدة وقفت أمامه زي ما وقفت قدام المشروع اللي فات اللي تقدمت به الجزائر في إدانة إسرائيل المجلس كان عقد جلسة مغلقة بناء على طلب الجزائر بخصوص تطورات الأخيرة في قطاع غزة عقب مجزرة شارع الرشيد وطرحت الجزائر على طولة المجلس مشروع بيان رئاسي بيعبر فيه أعضاء المجلس مجلس الأمن الخمستاشر عن قلقهم العميق إزاء المجزرة ويحمل المسئولية للقوات قوات الاحتلال اللي أطلقت النار باتجاه الألاف من المدنيين اللي كانوا بينتظروا وصول شاحنات المساعدات لكن النص ممرش لأن إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع أيض النص 14 عضو وعرضته كالعادة الولايات المتحدة الأمريكية طب إيه القصة وإيه اللي حصل هنعرف من خلال مدخلتنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي قمحة أستاذ أحمد أهلا بيك معنا في التاسعة والولايات المتحدة ما زالت تصر على استخدام حقها في النقد والفيتو في الوقوف أمام أي قرار أو بيان يعبر عن قلق أو إدانة حتى لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة أستاذ خير دكتور ويسف أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبالطبع كما حضرتك تقدلت وأشرت البقاء كان سيصدر تعبيرا عن القلق يعني خلينا نقف هنا ونقول أنه زي ما أنت أشرت بالظبط أنه حتى هذا القلق بات أمرا غير مصروعا ويمثل قلق للولايات المتحدة الأمريكية أن تتم إدانة دولة الكيان أو الكيان المحتل الحقيقة أن كما أشرت أنه لابد في حالة سطور بيان رئاسي أن يصدر عن الخمسة عشر عضوين الخمسة عضاء الدقنين والعشر غير دائم العضوية هنا يعني خلاص يعني إحنا تحدثنا كثيرا وقفضنا في الشرح وأشارنا كثيرا إلى هذا فلاحهم والترابط الاستراتيجي في التوجهات بين اللولايات المتحدة الأمريكية والكيان المحتل وأوضحنا هذا الترابط وأسبابه في أكثر من مرة على رأسها الدور الذي تقوم أو يقوم كيان المحتل بتنفيذه نيابة عن اللولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة رغبة اللولايات المتحدة الأمريكية دائما في استمرار توتر أو يعني الأجواء في منطقة الوطن العربي وفي الشرق الأوسط بالكامل تأكيدا على الرغبة في عدم الوصول في هذه المنطقة إلى حالة من الاستقرار الأمر الآخر كنا بنتكلم زمان دايما على هذا الرباط والاهتمام من الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة من أجل الحفاظ على مصالح الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالنفط النهاردة وهنا بنتكلم كمان عن الغاز بس لو تركنا كل هذه الأمور جانبا لازم نتحدث عن هذا الفشل الأممي يعني هذا الأمر بات يحتاج إلى مراجعة ويمكن الدولة المصرية تحدثت في هذا الأمر أكثر من مرة هيكل منظمة الأمم المتحدة بات يعاني من نفس الإشكاليات التي كانت يعاني منها أو تعاني منها عزوة الأمم في الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية الهيكل الذي تقر به العمل داخل منظمة الأمم المتحدة بات من الواضح أنه يسمح باتباع سياسات واضحة في التمييز السياسات واضحة في الكيل بمكالين من الأزمات العالمية والأزمات الدولية في نوع من عدم الديمقراطية حتى وقدرة على الالتفاف على الديمقراطية يعني عندما نتحدث عن أربعة عشر عضواً لديهم الرغبة في إصدار بيان يعبر عن القلق وتتمكن دولة واحدة بالضبط من التنصد لذلك أنت هنا بتتكلم عن ديكتاتورية اتخاذ القرار في قلب منظمة من أهم ما نادت به منذ تأسيسها أن تعمل على نفس القيمة الديمقراطية وحقوق الإنسان أنك تقف عاجزاً عن إصدار بيان يتعلق بالتعبير عن القلق إذاء ما يتم مرسطه على الأرض من سياسات عنصرية وتمييزية وحرمان من الحقوق الأساسية في الجزاء والمساعدات الطبية ده أمر يتنافى وقيا من حقوق الإنسان اللي برضو هذه المنظمة الأم ضليعة بها كل هذه الأمور بتؤكد أن احنا في مرحلة تتطلب مش الوقوف بس في واجه الولايات المتاحة الأمريكية أو استمرار الضغوط على الولايات المتاحة الأمريكية لتغيير سياساتها اللي دايماً بيسأله هو إحنا لماذا يكرهنا العرب إلى هذا الحد أو لماذا نحن مكرهون في هذه المنطقة إلى هذا الحد الإجابة بتأتي من مثل هذه التصرفات الغريبة يعني أنت لم تكن بصدر قرار يعني هو المفروض نعمل إيه يعني هو مش مطلوب أنك أنت أنت مش رايح تطلع قرار مثلاً أنك أنت بتجرم ما هو ما هو ده بداية إذا كنت أنت بتمنعني من حتى التعبير عن القلق فبالطبيعي أن أنا مش هقدر أقدم أكتر من كده كمان بعد كده فالأمر يدعو إلى استمرار الجهود المصرية اللي الدولة المصرية ابتدتها ونادت بها طول الفترة من 2014 حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها من معالجة هذا الخلل الكبير في هيكل منظمة لأمم المتحدة بغية تحقيق إصلاح حقيقي لها قبل أن يتسبب هذا الأمر في دمار العالم استمرار الأمر على نحو هذا التصويت وعلى نحو هذه الطريقة في إدارة الأمور في قلب مجلس الأمن البعيدة تماما عن كل ديمقراطية يمكن أن يتحدث عنها أي أحد هو استمرار وتكريس لفرض هيمنة قط واحد على كل العالم فرض توجهاته على كافة دول العالم تمكينه من فرض سياساته ومصالحه حتى لو تعرضت مع مصالح وحقوق أصيلة لشعوب في كثير من بقاع العالم طب سؤال أخير أستاذ أحمد الولايات المتحدة إيه اللي ممكن يحصل أكتر من اللي بيحصل أن عدوان بيقذف الناس اللي وقفة تستلب مساعدات إيه اللي ممكن يحصل أكتر من كده عشان الولايات المتحدة تبدي يعني توافقها مع كل الدول العضو في مجلس الأمن في إيه تاني في سياسة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية في إدارة ملف هذه الأزمة وبتت سياسة مفضوحة الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الدبلوموسية الكبيرة في الأحاديث التي تجمع رأس النظام في الولايات المتحدة الأمريكية مع رؤوس الدول المعنية بهذه القضية لكن على أرض الواقع الولايات المتحدة الأمريكية تمارس يستدعم خلينا نتوقف عند حدث شعال أحد الطيارين الأمريكيين النار في نفسه احتجاجا على هذه الأوضاع بعد تكشفه لسياسات أمريكية تدعم الكهن المحتل بصورة مباشرة في عمليات عفكرية وغير ذلك لما نتكلم على هذا لازم نتكلم على انفضاح هذا الدور الأمريكي لازم نزيد من كده الضغوط على الدورة الأمريكية لازم نوضح الخسار الحقيقية الولايات المتعار الأمريكية عليها أن تعلم أن كم الخسائرها من هذه السياسات التمييزية على مستوى العالم بات محل مراجعة من عديد من الدول الكبرى في العالم القادم دعي بقى لحضرنا أننا نتكلم على العالم القادم دائما الامبراطوريات الكبيرة في لحظات التعاولات الكبرى ما تنتهج مثل هذه السياسات التي تقود إلى النهاية نهاية امبراطوريات كبيرة نحن جاهدنا في التاريخ امبراطوريات كبرى بتبلغ اوج مجدها الكبير ثم تبدأ في الانهيار مع ازمات من مثل هذا النوع لانها تشتبك معها بكل غطرسة القوة وبكل غطرسة الرغبة في اقرار مصالحها دون مراعاة اي اعتبار اخر ومن ثم احنا في لحظة حرجة بتمر على العالم تصوري الشخصي ان احنا في لحظة حرجة بتمر على العالم انتشار اكثر من بقعة ملتهبة في اكثر من مكان في العالم تتشابك فيه الولايات المتحدة الامريكية ايضا وليس في قضية بالتحديد ويمكن ان نلاحظ كيف تميز الولايات المتحدة الامريكية في تعاملها مع القضية او الازمة الروسية الاوكرانية وتعاملها مع ازمة الشعب الفلسطيني لكي يتأقل لان المصالح هي التي تحرك الولايات المتحدة الامريكية وتحقيق اهتفها هي التي تصر او تدفعها الى المضيق قدما في ممارسة مثل هذا النوع من السياسات الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تغلق أن شعوب العالم وشعوب المنطقة العربية باتت ترفض هذه التوجهات وبكوة نتمنى الأستاذ الكاتب الصحفي أحمد نجي قمحة أنا بشكرك جدا لوجودك معنا ومصر ما زالت مستمرة في دورها ولن تتخلى عن دورها في دعم القضية الفلسطينية من أول الأحداث ومصر فتح معبر رفح لم تغلقه يوما ما بتستلم المساعدات من كل الدول وتوصلها بتحاول توصلها للجانب الفلسطيني في قطاع غزة بتواجه بعرقيل من قبل قوات الاحتلال أخيرا مصر لجأت لي إسقاط المساعدات على أهلين في غزة جوا بتعاون مع بعض الدول العربية الأردن وقطر والإمارات يعني مصر لم تتدخر جهدا أبدا الدعم المصري للقضية الفلسطينية مازال مستمر على جميع الأصعضة حتى يسترد الشعب الفلسطيني كامل حقوق المشروعة ومع بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع لم تتدخر مصر أي جهد لدخول المساعدات اللي شقانا الفلسطينيين سواء بري أو جوي تعالوا نشوف التقرير اللي جاي ونطلع فاصل ونجح نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسعة كلمات عبرت بها سيدة فلسطينية تعكس الروابط التاريخية بين البلدين واحتضان القاهرة للقضية باعتبارها أم القضايا المواقف السياسية كانت شاهدة على الدور المصري في القضية الفلسطينية إنها مصر التي لم ولن تستغل أزمات أشقائها بل تدفع بالغالي والنفيس من أجل رفعة الأمة العربية وكان معبر رفح ولا يزال مفتوحا لإرسال المساعدات وتسهيل مرور الأشقاء من قطاع غزة أنا عبرت الجانب المصري بكل أريحية بكل سهولة دفعت 35 دولار للفيزا و200 جنيه دخلت عشان أعبر العقور وجدت بسهولة يعني ولمواصلات 35 فيزا وعبوره بسهول 500 جنيه هي مصر أم الدنيا وأم الوطن العربي كله إحنا دائماً نيجي هنا بنشوف معاملة كويسة الصحيح يعني بكل الأماكني بنروحها وشعبها ومعاملة كتير كويسة وضع ودفعت رسوم المتيزة 35 دولار ورسوم الخروج 500 جنيه مصري وعملوني بأحلى معاملة للأمانة هم طبعوني أخواننا من يوم ما عرفنا المصريين هم ما بعملون معاملة كويسة معبر رفح لم يكتفي بدخول وخروج المساعدات فقط بل كانت الأطقم الطبية المصرية هي الأخرى دائماً على أهبات الاستعداد لتقديم الخدمات الطبية للأشقاء وغيرهم من العابرين عبر البوابات المصرية طبعاً توجهت للمعبر وكان تكليف رسوم العبور 250 جنيه والتكليف اللي هو الفيزا 35 دولار كان يعني إجراءات سهلة جداً وميزة والحمد لله كان في استقبال من الهلال الأحمر المصري وكان في تطعيم كماناً للأطفال أنا شايف أنه في خدمات جيدة في المعبر وخدمات ممتازة وهكذا بعد نحو خمسة أشهر من العدوان على قطاع غزة تستمر الملحمة المصرية على معبر رفح لتواصل دورها في توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية دون توقف على الرغم من التحديات والعراقيل وإن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة في الدعم ولن تتخلى عنه حتى يعبر الأشقاء أزمتهم أهلا بحضرتكم ده جزء من الكليب كليب أغنية حرة يا فلسطين للفنان حسن أبو الروس واللي طرحه من دقايق على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة من أيام آسف والجميل في الموضوع غير أن الكليب مختلف وجميل أن أعلن أبو الروس أن جميع أرباح هذا الكليب حرة يا فلسطين هيتبرع بيها لأهالي فلسطين وغزة إحنا بشرفنا يكون معنا الفنان حسن أبو الروس أستاذ حسن مساء الخير مساء الخير أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بجمهورك الأولى يا أهلا بجمهور بلدي إلا أنا فخور أن أنتم بتكلموني يعني وتعرضوا الكليب بتاعي عليها ده شرف لينا وفخر لينا طبعا يا حسن ولكن أنا قبل ببدأ معاك في موضوع الكليب أنا بحييك طبعا على أعمالك اللي فاتت وأخيرها كان حالة خاصة أنت نجم كبير ونجم ساطع وكل الناس بتحبك وأنا على مستوى الشخصي بحبك جدا وبيحب أشوف كل أعمالك فكرة الكليب بجت إزاي هو يعني كان من كتابتك مع الأستاذ شمس الدين وألحان الأستاذ ناصر بيتس وألحانك أنت كمان وإخراج الأستاذ أحمد جمال زيدان كلمنا أكتر عن الكليب والله يقالك شكر ليك بجد على الكلام الحلو ده اللي يمكن يكون كتير علي أنا كمان بحبك وبحب أن أشوفك على التلفزيون وبحب أن أتفرق عليها وأنا طفل يعني كناسي مفضلة ربنا يخليك والله هي الموضوع مش كليب خلي بالك ولا أغنية الموضوع هو مشروع مشروع أنا قلت عمله يعني اللي أنا أقدر عليه أو اللي أنا أشهر فيه أقدر أقدمه لإخواننا في فلسطين أقدر أقدمه اللي هو الفن يعني وأرباحه كلها إن شاء الله ألمها وأقدمها كمساعدات لإخواننا في فلسطين ودي يعني الحاجة نقدر أقوم بها أو اللي أقدر أقوم بي يعني الحكاية بدأت بنورها في الجامعة كنت كتب الأغنية دي وكان عندي زميل وأصدقاء وأنا معاها في الجامعة بدرسوا معايا كانوا في السنين وكان بيحصل لهم طبعا مشاكل في بلدهم وأهلهم بتتوفى يعني بتتصاب جامد فكت كتب لهم الأغنية دي وحتى كان فيها أسانيهم كمان وكت بغنيئ لهم في الجامعة يعني في حفلات الجامعة من الجامعة يعني مش في الأحداث الأخيرة دي كمان لا لا من حوالي 16-17 سنة ما شاء الله ما شاء الله بس بعدين حصل بقى الموضوع ده تاني وحصل العدوان الغاشق يعني على إخواننا في سلسطين ده بلا رحمة يعني فقلت يعني أحاول أعبر بطريقتي وطبعا في الأول هتلاقي جزء من هونية شعبان عبد الداعين يعني بداية فعلا مفاجأة وكات حلوة جدا أنا بحب كلنا ربنا يرحمه يا رب الله يرحمه جدا وبحب كلماتها غانية أوي يعني كلها صدقة وواضحة وديريكت وبحب كمان برضو يعني أكثر ثلاثة بنقدين أنا حبيتهم هم في حياتي شعبان عبد الرحيم وأستاذ سامير غانب الله أرحمه وأستاذ أحمد ذاك هم التياسة دول الله أرحمهم جميعا بعد أبو و أمي يعني ربنا تبقى أنا حطيت حتة لشعبان عبد الرحيم أنا بيقول بكره إسرائيل تحية لي والذكرى وكمان هي رسائلة برضو في أول أغنية هي كلمات الأغنية كلها رسائل بصراحة أكبر بس يعني إسرائيل عايز نقولها إن إحنا موضوع فلسطين ده عمر ما يكون تريند فترة وخلاص لأنا أصدت أنزلها متأخر خالص بعد ما كل حاجة أو الناس التالت يمكن تنشغل أو كده عشان أحاول أفكرهم وحاول برضو أقول إن موضوع فلسطين ده نفس مجرد يعني تريند أو حاجة عادة لا حيبدأ الفقرين طول عمر يعني مستمرين فيها فعلا آه ربنا يقدرنا إن شاء الله والمفاعدات الأرباح في دي طيب سريعا كده عشان ما ما ضيعش وقتك أكيد أنت مشغول في حاجات كتير آه ردود الأفعال والله الحمد لله أنا ما توقعت بالصراحة إن الناس تستجيب قوي كده وإن نلاقي نفسي بقى بيصدقوني عن راديوهات في فلسطين وفي غزة وإذاعات غزة وغنية اتزاع هناك ده كله طبعا كان شرف ليه وصرف لأي فنان مصري وعربي إن هو صوته يتحط يعني على راديوهات إخواننا في فلسطين وفي غزة آه والحمد لله كمان رد فعل الجمهور كان كله إيجابي يعني أول مرة أعمل حاجة ما ما ديليش فيها نطب كتير انت فنان محترم آه سواء حسن وإحنا بنحييك وبنقدرك وبنأمن على كل كلمة قلتها في الكليب وبنقول أمين وراها وبنتمنى لك التوفيق في كل أعمالك اللي جاية وإن شاء الله دايما كده تكون متميز ومختلف والله يعني تسلم على كلامك الحلو ده والله يعني حاجة ده شرف اللي هي كدير قوي أننا على قناة بلع دي قناة أولى دي حاجة أنا حطها في تصريب ساعي الشرف متبادل مشكورك جدا لو جدك معنا في التاسع الفنان حسن أبو الروس الفنان والممثل والمطرب أخيرا هنروح لفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسع معنا فقرات كتير عن الفترة اللي جاية داخلين على رمضان إن شاء الله هنشوف الإيجابي والسلبي في الناس واحتفالاتهم بدخول رمضان فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم أهلا بحضراتكم يعني من زي بيقولوا كده من وجائب القدر الجزء اللي احنا عرضناه من أعمال الفنان الراحل الكبير الحج فهم عبد الحميد كمان كان يحب أن ينادى من ألحان لسه لست زوائل بيقول لي أنها من ألحان الراحل حلم بكر اللي وفاته المانية النهاردة كل التعازم مش بس من باب تكريم رواضنا في كل المجالات حتى وإن مر على رحلهم عشرات السنين لكن كمان بنضور على أسباب بقاءهم كل السنين دي في ذاكرة الأجيال اللي عصرتهم موليد السبعينات والثمانينات واللي قبلهم كان بينهم وبين بطل فقرتنا الليلة رباط قوي جدا مع اقتراب دخول رمضان كل سنة وكل سنة وحضراتكم طيبين الحج فهم عبد الحميد كما كان يحب أن يناديه الناس الغائب الحاضر بأعماله الخالدة يمكن رحل من 34 سنة ورحلت معاه العديد من أسرار الصنعة هنا في التاسعة وفي بيت الحج فهم عبد الحميد في التلفزيون المصري والليلة مع ورسة هذا المبدأ هنسترجع ذكريات زمان ونحاول نكشف جزء من أسرار صنعته اللي لا تزال باقية حتى اليوم معنا ومع حضراتكم وهبدأ طبعا بي يعني اعتبرها تحيزا مع الإعلامية المتميزة لمياء فهمي عبد الحميد أهلا بيك أهلا بيك من نورة الدنيا كلها ربنا يخليك أنتو يعني أصحاب مكان ومعنا المخرج المبدع الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد أهلا بيك أستاذ وائل أهلا بحضراتك أنتو مش ضيوف حضراتكم أصحاب مكان كل سنة وحضراتكم طيبين وكلس من ذلك قبل ما ندخل على الهواء قلت لي أن لحن أستاذ حلمي أستاذ حلمي كان هنا في المبنى اسمح لي هبدأ مع لمياء باعتبرها أن هي يعني أستاذة وزميلة وحاصدة جواز الله أكبر دولاب لمياء مليء يعني لنتابع صفحتها وأنا طبعا أحد أصدقائها وده لها الشرف الله أكبر يعني لمياء احنا كل سنة باعتبر جيلي والجيل اللي قابلي وشوية من الجيل اللي بعدي كان ارتباط رمضان معهم ارتباط قوي جدا بفوزير رمضان في دخلة رمضان كده كنا بنستنى فوزير وقال في ليلا وليلا عيلة الحج فاهم عبد الحميد بتستنى رمضان ازاي وبتسترجع زاكراتها ده ازاي الأول دلوقتي بص هو رمضان بالنسبة لنا أنا هيفضل رمضان بالنسبة لي بابا الله يرحمه يعني أجواء رمضان بريحة رمضان بالتليفزيون بلمتنا وقت الفطار بكل الكلام ده هو بالنسبة لي بابا زي ما فيه جيل كامل ارتبط بالنسبة له رمضان برضو بالفوزير وقال في ليلا وليلا يعني احنا الجيل بتاعنا يمكن لما بنسمع مزيكة اي حاجة من الحاجات اللي كانت في الوقت ده مش بس الفوزير وقال في ليلا وليلا حتى المسلسلات وتترات المسلسلات اللي كانت في الزمن ده وفي الوقت ده هي مرتبطة بوجداننا بذكرياتنا وطفولتنا وحياتنا ولمتنا وكل حاجة كتحلوة الحقيقة كل يوم بعد العشاء بنستنى بقى والناس دي يعني يدوا بعض المواعيد ما كانتش فيه بقى ولا موبايلات ولا الكلام ده يدوا المواعيد بعد الفوزير وانا بقدم الفقرة قلت جزئية وده اللي كان هدفي النهاردة وهدفنا في البرنامج ان احنا نسلط الضوء على جزئية مهمة جدا بعد 34 سنة لسه العمل باقي والذكريات باقية هل الأستاذ فام عبد الحميد كان يدرك او كان يتمنى انه بعد السنين دي كلها هتفضل سرته باقية لا هو قال لي وعمل عشان كده ايه لا 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 هو قال لي هو قال لي قبل وفاته بثلاثة ايام كان يوم عيد ميلاد عيد ميلاد لمية كانت جمعة ونزلين انا وهو من البيت جايين على التلفزيون فماكملناش عيد الميلاد فشايفني ان انا قاعد في العربية مش مبسوط فبيقول لي ما لك عشان سيبت عيد الميلاد بقى ونزلت معاه بالليل وجينا كنا بنبات هنا كنت مساعد مخرج معاه لا هقولك بس في الوقت ده انا لسه كنت صغير بس من وقتها وانا كنت معاه يعني على طول معاه لحد ما دخلت معاه السينما وبعد كده بدأت مساعد معاه بس في اليوم ده انا كنت لسه يعني اللي هو بروح معاه بس بيقول لي انت مدائم من ايه قلت لي يعني يا بابا كنا عادنا بس كملنا عيد الميلاد وكده قال لي بكرة بعد خمسين سنة هيجو يقولوا كان فيه هنا واحد اسمه فاهمة عبد الحم بالضبط بالضبط كده اللفظ ده ما انسهوش وفاكر الجملة وفاكر المكان اللي كنا ماشيين به في العربية وقد كان دي حقيقة يعني كان ايه بقى كان ايه مقدمات هذا النجاح يعني ايه ايه ادوات هذا النجاح اه الاخلاص هو كان مخلص جدا في عمله اه كان الفوزير دي كانت بها تسنة تجهيز يعني بعد العيد الصغير يبدأ تجهيزات لو كان الستيزة عبد السلام امين او كان وقتها برضو قبله كان الستيزة عبد الرحمن شوقي كان فطوطة والستيزة صلاح جهين كان مع الفنانة نيلي وكان بيبدأ بعد الفوزير على طول بعد العيد بيبدأ يفكر ايه ما بيخدش اجازة اه ايه اللي حنعمله السنة الجاية ويبدأ ياخد مش اقل من سبع شهور فافكار تيجي وتروح وتيجي وتروح ويتكتب منا حلقات وتتريمي ويتكتب جديد ويتريمي وستيزة عبد السلام امين الله يرحمه كان بيجي برضو يقعد معنا كان البيت في الاناطر كان بيحجز شليك كده في الاناطر عن نيل ويقعد يكتب كان بابا ينزل يروح التلفزيون ويرجع له ها عملت ايه ايام كذا يقعدوا وتناقشوا مع بعض ممكن بعد كل ده السيد عبد السلام يقول له لا 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 انا عندي حاجة بقى احسن ويبدأ تاني فكان انتخذ مجهود مرهمش غير الشغل دي في حد ذاتها رسالة كافية قوي يعني الاجتهاد لا لا في المسيرة هو اللي بيبقي السيرة وبيكملها طب ذكريات لم يبقى على للأب بقى فهم عبد الحميد بقى كنت معا انا عارف انتو كنت معا دايما وبعدين ارتباط يوم وفاته بعيد ميلادك اللي كان قبلها بتلتة يام زالا استاذ زواجي اللي بيقول اكيد مأثر فيك انت تحديدا تأثيرتين خلصة يعني التوليفة كلها مأثر فيها خلي بالك يعني هو هو اه ممكن مكونش عشت معايا فترة كبيرة من عمري يعني تلتةاشر سنة بس لا هو هو بس قضيت منهم وقت كتير معا في الهلق نسبيره طبعا ربنا كان مديني عقل اكبر من سني وادراق اكبر من سني عشان ابقى فاكرة كل تفصيل وكل موقف انا وانا دخلة دلوقتي قلت المكان ده انا مشيت فيه وانا صغيرة معايا النهاردة انا ماشية فيه لوحدي طبعا لا المبنى ده ده بيت بابا الاول مش التاني يعني احنا كنا بنيجي نشوفه هنا مش هو اللي بيجي لنا نشوفه في البيت لكن بيقعد هنا يكمل بقى وفترة تواجده في البيت كت قليلة جدا فكنت عاشين معا هنا في مسجد انا كمان بالاخص كنت واقل كمان اكتر على طول بقى معا هنا بس قصة انه هو بياخد باله من كل تفصيلة يعني الاستاذ وايل بيقول من تاني يوم العيد الصغير اللي هو الناس بقى بترتاح اي عمل دلوقتي اي حد بيعمل حاجة بياخد فترة راحة ده كان بيبدأ مباشرة على طول اكتر حاجة تعلمتها منه ايه بقى في القصة حاجة متعابة قوي والله العظيم تعلمت من حاجة متعابة تعلمت منه زي ما وقل قال كده هو كان مخلص قوي في شغله وبيحب شغله قوي لدرجة انه شغله اخد من حياته جزء كبير جدا فانا طلع زي وانا بحب شغلي بشكل جنوني يعني اللي هو بابا احنا كنا طول ما احنا شايفينه قاعد هو قاعد بيفكر حيعمل ايه؟ حيقدم للناس ايه؟ حيحافظ على مستوى النجاح ازاي؟ حب الناس للفوزير والفليلة وليلة هو ازاي حيحافظ سنة بعد سنة على النجاح ده؟ كان بياخد منه ارهاق في التفكير وكنت قاعدين في الاناطر اه ويمكن فيه حاجة مشتركة بينكو يعني الحاجة فهمي انا ممكن اقول حاجة فهمي عادي ما كان حد بيقوله ما حدش بيقوله ما حدش بيروض هو برضو والده توفى هو صوير مظبوط طيب مسألة النجاح انه بيحافظ على النجاح فيه يعني فنانين لو لقى نفسه ناجح في حاجة معينة ممكن يكمل عليها شوي لكن فكرة التغيير الحاجة فهمي نجح في الفوزير مع الفنانة انيلي ايه تمام؟ ومع ذلك غير بعد كده مع الفنان سامير غانم وبعد كده ثلاث سنين وغير مع الفنانة شريهان ما كانش بيخاف انه يفقد هذا النجاح؟ لا هو كان طبعا بيخاف ده كان كل سنة مع نفس الفنان ونفس النجم بيخاف لانه هو كان على طول بيفكر ازاي يبقى احسن من اللي قابله ازاي الفوزير السنة دي تبقى احسن من اللي قابله فمزلا فوزير الفنانة شريهان حول العالم كانت حاجة خطيرة عمل عمل تلاتين لحل لتلاتين دولة وتلاتين استعراض وفي نفس السنة كان فاطيمة وحليمة وكريمة اه الف ليلا وليلا كانوا اقوى حاجات ده غير الفكرة نفسها اه اه كان اقوى حاجات يجي بقى بعد كده يقول طب هعمل ايه السنة الجاي بتبقى الفكرة بتبقى اصعب كمانا نجاح اه نجاح الفوزير بالنسبة له كان بيبقى حمل كبير عليه عشان السنة الجاي هيعمل ايه عاوز عاوز يبقى يعني على قل على نفس المستوى على قل فيه اسرار في الصنعة حاولت اوصلها مش عارف زي الخدع حتى هو كان بيرفض انه يتكلم دي انا لازم نعرف حاجة النهاردة منها ليه لكن اسمحني هنروح لفاصل ونجد يعني نكمل كلام مع حضراتكم مشاهدينا عن مسيرة وسيرة الراحل والمبدع الحج فام عبد الحميد والباقية حتى اليوم اهلا بحضراتكم مستمرين في فقرتنا الراسية في الحديث عن الراحل المبدع الحج فام عبد الحميد فوزير رمضان فطوطة وصمورة والشريهان ونيلي وايضا الف ليلة وليلة بيشرفنا في الاستوديو الأستاذة والزميلة الإعلامية المتميزة لمياه فام عبد الحميد بكرر الترحيب بيك اهلا بيك اهلا بيك واستاذنا المخرج المبدع الوريس الشرعي لهذا الإبداع لأستاذ واقل فام عبد الحميد اهلا بيك فام عبد الحميد اهلا بيك لمياه ممكن الأستاذ واقل قال جزئية كده وانا كان بصراحة عامل حسابي ان انا اسأل عليها بعد 34 سنة يعني بنتكلم مثلا في 50 سنة من بداية الأعمال كان فيه جزئية مهمة جدا كان بياخد باله منها قوي الحج فهم المشاهد اللي هيشوفها الطفل فكرة حاجة بقى هل سألته مرة ليه مهتمة قوي حتى كان فيه شط في فطوطة تقريبا اخد فترة على ما تشاله وكده ده كانت البدلة بتاعت فطوطة كانت لونها اسويت البدلة كان اسويت فأول ثلاث حلقات وبعدين هو غيرها قال ان انا اخشى ان الطفل يعني يخاف من الكاركتر او ان هو ما يبقاش حابب يشوف على فكرة انا اشتغلت معي اغاني الاطفال اه انا شاركت ومسوش حاول بعجل ما حدش يطلع عني لا اطلعها حفظ الله ادور عليها واجبه ايه قصة ان هو قد ايه كان حريص على الطفل مع ان العام الاعمال دي كانت اطفال وكبار وكلنا كنا متفرج عليها فاصراره على امكان اعتقد ده ما عادش موجود الفكر ده ان انا اخلي بالي من المشهد ده هو كان بيحترم عقلية الطفل جدا ما بيستهونش بيها لان هو الفكرة انه الاطفال عقلهم وفكرهم عامل زي السفينجا بالزبط هو بيمتصوا كل شيء بيشوفوه فهو هيقدم للطفل ايه شوفوه عشان الطفل يتفضل محفورة في ذاكرته اللي هو بيقدمه له فهو كان بيحترم عقلية الاطفال جدا هو كان بيحترم اي حد على فكرة وما زلنا انا كنت اعتبر نفسي كنت طفل ايامها فما زلت فاكر تفاصيل كتير جدا في الاعمال انا عمري ما فاكر ان انا شفت اي مشهد وده هياخدنا بقى لي السر الصنع ايه الخدع برغم التحديات كلها اللي واجهها برغم قلة الامكانات اعتقد ان احنا لابقا بيشوف الف ليلة وليلة دلوقتي والفوزير وبينصدق ده لحد النهاردة اه وهو ما كانش بيقول على سر الخدع لانه كان بيقول لو تعرفت خلاص اه هو تمالي كان بيقول كده يعني دي خدع فلازم اخدع اللي قدامي لو عرفته دي بتعمل ازاي هو مش هستمتع بيها بالضبط لكن المجهود بقى اللي كان بيبذل عشان احنا مجهود كبير الامكانيات اه ما كانش فيه طبعا اي امكانيات خالص نهائي ميكسر صغير كده هو اللي بيعمل عليه كل حاجة بس فيه حاجة بالنسبة للطفل برضا عاوز اضيفها اتفضل كان فيه في فوزير فطوطة جملة بتتقال في بداية التتر النهاية فكان السيد سامير غانم وشه بيبقى كده والوش تاني كده فالاتنين بيغنوا كده والاتنين بيدخلوا ببعض يبقى وش واحد قعدنا ليلة كاملة ليلة من بعد الصحور لتاني يوم قبل الفطار يتعامل فيها الشوت ده وبعد كده لغاه ما تحطش ليه بقى قال انا خفت الاطفال تخاف منه يا الله بس ايه يعني يوم احنا تمليك ان الشغل من بعد الصحور لتاني يوم قبل الفطار كل يوم كل يوم وبعد الفطار يعني مثلا من الساعة 11-12 بالليل يبدأ تسجيل الصوت لحد الصحور والتصوير يبدأ من بعد الصحور لقبل الفطار يعني العمل كان بيستمر كمان فضل مستمر لحد رمضان كمان لحد قصنا عرض لحد يوم الوقف ده انت عارف حضرك لو جيه اه يوم الوقف يوم الوقف في اوقات رمضان كان بيجي 29 يوم الحلقة الاولى التلاتين كانت تزاع اول يوم العيد احنا كنا بقى اول يوم العيد هنا في تلفزيون يعني هي قبل ما بتزاع بنقص ساعة كان بيبقوا ومخلصينها اه طيب لو الامكانات لو الحاجة فان موجودة في الامكانات الحالية احنا كنا نشوف ايه بقى عليك يعني لا العمل باقي بهذه القيمة ممكن ما كنتش تستمتع زي زمان اه ليه اه لان انت دلوقتي كل حاجة بتشوفها كل حاجة بتشوفها وعرفت انها خدعة اه شون لكن هو بدأ بداية بزي زجاج في الصحة كمان اه هو خد بداية كل حاجة خد بداية كل حاجة ها وخدها صحة كمان بالضبط فانت دلوقتي لو شفت اتعامل بتقنية اعلى واتعمل بشغل مستوى اعلى برضو الاستمتاع بتاع الجيل دلوقت مش زي الجيل بتاعها خلاص بقى لقى حاجات تانية لقى حاجات تني او بقت سهلى بقت سهل يعني انت فو يقدر يعملها طهونا كان فيه فوتوشوب ولا كان فيه خشه على الفوتوشوب تحط جسم مكان جسم وش مكان وش تعمل كل حاجة تظبط الوش تغير الوش سهل جدا بأي واحد قاعد على الكمبيوتر بيعمله لكن الحاجة فاهمي كان هو البداية البداية انك انت عمرك ما شفت الكلام ده شفتش حد ماشى على المية ما شفتش حد الاسد بيفتح بق وينزل حد ما شفتش الكلام ده كله ما شفتش الكواكب الفنانين لي ما كانت تركب تنبكة وتخش تعرف صفات الناس اللي على الكواكب فتقابل ناس وتعمل ناس وتشايف التنبكة نازلة بيها ركباها فانت مش متخيل الناس كانت بتيجي في الستوديو كنا منصور في الستوديو اتنين مثلا كنت صغير قوي تابع كان العاملين في التلفزيون بينزلوا يتفرجوا عشان يتصوروا جنب التنبكة فانت لو عملت كلام ده دلوقتي ما حدش خلاص بقى احنا اقول الناس مصري هي اول يعني الدول العربية بعد كده السعودية ولبنان وسوريا اخذوا مننا الفكرة لكن حتى هم هناك بيشهدوا بيقولوا ما تعملتش زي ما تعملت في مصر فانت مصري هي اساس كل حاجة مصري يعني الفن المصري هو اساس كل حاجة طيب ليه ما عدتش موجودة كإعلامية بقى دلوقتي والف سلام عليك أنا عرف انك تعبينها احققك علي أنا ما اعملش عملكوح ليه ما بقاش ده موجودة وزي ما واقل قال كده بس الفوزير كانت في وقتها هي البنبونية بتاعت الحكاية اللي هو أنت بتاعت تستنى تشوف كل سنة تيتر الفوزير عمل إزاي والحاجة فهمي هيقدم إيه في الفوزير إيه الخدع إيه الحاجات المختلفة وما كانش فيه غرلت للقناة الأولى والتانية تقريباً والتالتة كانت لسه بقى وجهاء فالإنبهار اللي كان موجود عمره ما هيبقى موجود النهاردة أنت النهاردة تقدر تفتح أي قناة تشوف أي حاجة يعني هو أقل بيتكلم على الخدع كان فيه شوت في الفوزير بتاعت فاطيمة وحليمة وكريمة في الحلقة السابعة وعشرين وحبكت عباوي وإحنا كلنا كلنا بالحضر كلنا وجي قال بص أنا فاكرة أصلا يعني أنا فاكرة كويس قوي بالشوتات وبكل حاجة حلقة السابعة وعشرين ما بتنساش حاجة الباباها ما بتنساش طبعاً قال هتشوفه مفاجأة فاستنينا كلنا نشوف إن المفاجأة لا ما بيقولناش لا 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 ما بيقولناش فكانت المفاجأة أن حليمة بتظهر وقدامها كريمة والاتنين بيحضنوا بعض في كادر واحد وبيطبطبوا على ظهرها وهي أما الاتنين مش زي ما بنشوف كنا بنشوف حتى في الأفلام إنه هو لأ ده دوبلير هو جاي من لأ ولما يكي كده يروح قاطع جايبه من الضهر لا هو جابهم في كادر واحد الاتنين وقسين كده وبيحضنوا بعض وبيطبطبوا على بعض دي كانت وقتها حاجة خطيرة كلنا بقناش مسدهين يعني الديكورو اللي احنا عاديين فيه ده لو كان من 34 سنة شوفناه كان أغمى علينا محدش يعرف مين يا إيه ده احنا طلعنا الفضاء فاهمني لا هو عمل لنا حالة كده غريبة أكيد كان فيه انتقادات بتوجه ليه في بعض الأقوات كان بتعامل معها إزاي الصعاب اللي هو كان ما كانش بيقرأ بس فيه موقف برضو وحكي لك عليه الموقف ده حصل أول سنة لفطوطة تمام أعتقد آه كانت 82 82 82 82 82 أو اليوم رمضان توفى كان رئيس الوزراء وقتها دكتور فؤاد محيدين آه تمام آه الساعة 2 الظهر فكان فيه كلام هل هتقف البرامج والمسلسلات ولا لا تمام تمام ففي اليوم ده ما تزعيتش الحلقة وتعمل حداد ثلاثة أيام آه تاني يوم الجرنان نزل شتم في الفوزير قل وحيان ما تزعيتش الحلقة يعني كان فيه هجوم مسبق من قبل ما تتعرض أصلا يعني هو آه كان فيه دايما يتقال اشمعنا فاهم عبد الحميد اشمعنا هو اللي يعمل الفوزير ما فيه ناس تانية حاجات زي كده بقى كان بتاعي معه ما تدو ما تدو فرص لن تايب تمام يا سلام أنا أتكلم على إمكانيات قليلة أتكلم على وقت أعتقد حتى كمان كان الدخل يعني مش زال بنسمع مين دول 600 جنيه تقريبا كانت في اليوم تقريبا أيامها الأجر أجر الفوزير أو البوضجت بتاعة الفوزير أنا سمعت أن الفنانة شريان خدت الفوزير كلها 30 ألف جنيه تقريبا في السنة ممكن لا البوضجت بتاعة الفوزير و ألف ليلة في آخر سنة كان 750 ألف بكل حاجة بالأزياء اللي احنا كنا بنشوفها كله كله كان بيتعامل بقى في ظل ده في ظل من هو بيتعب و بيكتهد و بيخترع حاجات و بيلاقي كمان مواقف تقف قصاده كان بيتعامل ازاي احكي لي بقى المواقف لأزياء آخر سنة للفوزير بصها السنين الأخيرة قبل وفاته كان الهجوم زيادة شوية يمكن وقلي يفتكر كان الهجوم مع الفوزير وعلى النجاح بتاع السنين دي كله وأنه كفاية فهم يا عبد الحميد بقى وما فيش ما ندي فرص لناس تانية ومشارف أي حاجات كده فكان بيصور آخر حلقة في فوزير في نون ويمكن التفصيلة دي ستبقى عند وقال أكتر بس أنا هقولك بس الكلام اللي تقال في الحلقة ساعتها كانت الحلقة الأخيرة عن فن الفوزير وهو خلى الفنان الراحل عبدالسلام أمين جمع كل الفوزير اللي فاتت على مدار حياته اللي هو اشتغلها اللي هو نلي وشريهان وفا توتا وكله وعملوا أغنية أنا عمري في حياتي مهان سياريت تلاقوا الحلقة دي لأن أنا نفسي أشوفها كانت بتقول الأغنية باي باي بقى وكلنا ماشي وتوتا توتا توتا وهي خلصة الحدوتا بس الفراء صعب وقاسي وأحلى بوسا لأحلى جهاز جمعنا وانتم في التلفاز فن الأغاني والألغاز باي 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 فاكرها وقد كانت الرسالة لا والمسوز عبد السلام كتب شكر لكل اللي عمله فوزير يعني هي الكلام عن المبدعين من نوعية الحج فهم عبد الحميد يعني مش هيخلص ولا بيخلص لأن احنا زي ما قلنا فيه رسائل في الموضوع فيه تحدي للصعاب فيه تحدي للإمكانات فيه تحدي حتى للأراء المعارضة ومع ذلك بتخرج بإبداع لأنك اكتهت وهيفضل إبداعك مستمرة على مدار السنين زي ما توقع أو زي ما قال أن بعد خمسين سنة الناس هتقول كان فيه مخرج اسمه فهم عبد الحميد احنا بنقولة هو أنه كان فيه مبدع في فن الفوزير والفنون عموما الحج فهم عبد الحميد وممكن كمان كان ليه مسلسل مبروك جالك ولد مع فنانا نيلي وفنانا محمود عبد العزيز للأسف يعني وقتنا خلص والكلام عن هذه القيمة مش هيخلص وهنندور على الكلم اللي لم يقل الحلقة الأخيرة من فنون الحلقة الأخيرة من فنون إن شاء الله نلاقيه لكن زي ما قلنا يعني بيبقى أثره الطيب سواء في أعماله الفنية أو في حضراتكم طبعا ربنا شكرا نورنا أنا بشكركم جدا والإعلامات المتميزة لم يأفهم عبد الحميد نورتنا النهاردة ألف سلام عليك بشكرك لوجودك معنا وكل سنة وحدك طيب وألف أم عبد الحميد بشكركم مشاهدين في نهاية حلقتنا وإلى اللقاء غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من التساعة مع الزميل الإعلامي الأستاذ يوسف الحسيني وتصبحوا على ألف خير